يمكن القول إن الإعمار في محافظة السليمانية قد وصل مرحلة متقدمة إذا ما نظرت إلى شوارعها وأبنيتها التي تسر الناظر وتشير إلى مدى الاهتمام بجمالية ونظافة ورونق المدينة إن قضية الإعمار في السليمانية من الأمور المتقدمة جدا ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك فالمنظر من كل زاوية تنظر إليها يثبت ذلك ويؤكد المواطنون إنهم يؤازرون حكومتهم في قضية الإعمار والبناء لأن أي إنعكاس غير جيد سيؤثر عليهم وإن هذه المؤازرة جلبت لهم الكثير من الاستثمارات والأعمال المتميزة إن حركة الاستثمار في كردستان العراق وخصوصا في السليمانية تشهد تزامنا مع تشجيع القيادات الموجودة على الاستثمار تشهد هذه الحركة وحركة البنيان والتنمية وإعادة إعمار البناء التحتية في كافة القطاعات تنمية كبيرة في هذا الجانب سيما وإن الانفتاح الاستثماري على الشركات الأجنبية في منطقتنا يكون أكبر من المناطق الأخرى عوضا على أيضا الملف الأمني المستتب نسبيا قياسا بالمحافظات الأخرى في العراق أكيد إنه لا يمكن البناء والإعمار إن كانت الحكومة في واد والشعب في واد وما أجمل أن يكون ما هنا في بغداد والمحافظات الأخرى لينتهي الإرهاب ويبدأ الإعمار الحقيقي من السليمانية مناهل العزاوي قناة الرشيد الفضائية